اشتركوا في القناة جاء ذلك ضمن الجولات الميدانية الدورية للاطلاع على سير عمل المشاريع العقارية الكبيرة في محافظة المحرق وفي بداية الجولة زار الوفد مشروع جزر أمواج حيث اطلع على مشاريع منطقة المارينة وبعض المرافق العامة في جزر أمواج وما تحتويه الجزر من مشاريع فرعية خاصة تتضمن مشاريع اسكانية وسياحية وتجارية بعدها قام الوفد بجولة ميدانية إلى مشروع ديار المحرق حيث تم الاطلاع على ما يحتويه مشروع ديار المحرق من مشاريع عقارية فرعية متنوعة من حيث التصميمات العصرية والتصميمات التي تحاكي البيئة المحلية البحرينية كما اطلع الوفد على ما يحتويه مشروع ديار والمحرق من مشاريع استثمارية فريدة ومبتكرة ومشاريع سياحية وتجارية كبيرة ومناطق مشتركة قادرة على خلق بيئة استثمارية وحياتية مميزة وبهذه المناسبة أكد معالي الشيخ سلمان بن عبدالله الخليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري على ثمار المشروع الحضاري التنموي الشامل لجلالة الملك المفدى وما حمله من رؤى وتطلعات تهدف إلى استقطاب المشاريع الاقتصادية النوعية القادرة على احداث تنمية شاملة تنعكس على المواطنين بشكل مباشر وتوفر لهم فرص عمل وحياة اقتصادية أفضل وتجسد ذلك من خلال الخطط والمشاريع والبرامج للحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عندما انتهجت سياسة التنوع الاقتصادي والتركيز على القطاعات غير النفطية ومنها القطاع العقاري وإعطائه أولوية كبيرة للمساهمة بشكل أكبر في الاقتصاد البحريني وتوفير البيئة الاستثمارية المحفزة وضف معاليه بأن مثل هذه المشاريع العقارية تخلق ظروفا متكاملة لإنعاش السوق العقاري وتنعكس على العديد من القطاعات الاستثمارية والاقتصادية ودعا معاليه المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال لإنشاء مثل هذه المشاريع المبتكرة والتوسع فيها لما توفره من فرص اقتصادية آمنة ومربحة خاصة مع وجود قاعدة متينة من التشريعات الضامنة للحقوق والمؤكدة على الواجبات وإجراءات حكومية واضحة ميسرة ومحفزة للاستثمار من جهته أكد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أن الحكومة الموقرة استطاعت ترجمة سياستها الوطنية التنموية من خلال مشاريع رائدة تشرف عليها وتنفذها وفق أفضل الممارسات كما شار وزير الأشغال إلى تطور البنية التحتية في مملكة البحرين باعتبارها متقدمة ومحفزة على الاستثمار العقاري ونقطة جذب للمستثمرين ترجمة نانسي قنقر